ما هي علامات تعلق القلب بالله الحمد لله رب العالمين والسلام عليهم ومحمد وعلى آله وأصحابه واتباعي بحسان ودين تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى دليله هو تعلق القلب بما يحبه الله سبحانه وتعالى فمن أحب ما أمر الله به وكره ما نهى الله عنه فإنه دليل محبته لله ويرجى أن يحبه الله قال الله جاء يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو أفو الرحيم فمن محبة الله سبحانه وتعالى أو دليل محبة الله سبحانه وتعالى هو أن تتبع أوامره وأن تجتنب نوعه ولهذا يسمي العلماء هذه الآية من آل عمران آية الامتحان أو آية المحنة امتحان لما ادعى قوم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام نجلت هذه الآية كما قال بعض السلاف الحسن وغيره بمعنى أن من كان يحب الله سبحانه وتعالى فليقدم أوامره فليقدم محبوبات الله عز وجل على جميع المحبوبات قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأجواجكم وعشيرتكم ومن اقترفتم وتجارة تخشونك سادة ومساكن ترضونها حب إليكم من الله رسوله وجهانيس فتربصوا حتى يأتي الله بيعمله هذه المحبوبات الثمانية التي ذكرها سبحانه وتعالى إذا كان العبد يحب الله عز وجل فإنه إذا اعتررت على محبة الله عز وجل أو على أوامر الله سبحانه وتعالى فهذا الامتحان فهذه الآية مع تلك الآية يبين الحقيقة من يحب الله سبحانه وتعالى يعني من يحب أعداء المحبوب من يوالي أعداء المحبوب هذا في الميزان لا يكون ولا يمكن أن يكون محبا لهؤلاء ويدعي محبة الله عز وجل وعلى هذا تكون محبة الله سبحانه وتعالى مراتب المحبة الواجبة بأن يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى وهذا واجب ومن نقص من هذه الواجبات نقصت المحبة الواجبة وهو عرضة للعقاب ومحبة مستحبة وهي أعلى من المحبة التي تجب لأن المحبة الواجبة هي أن تحب أوامره بأن تؤديها مما أوجب الله عليك سبحانه وتعالى فلا تترك محبوباتك فلا تقدم محبوباتك على ما أحب الله مثلا صلاة الفجر واجبة مع الجماعة فحينما ينادي المنادي لصلاة الفجر فيدعى إليها حي على الصلاة حي على الفلاح فيؤثر النوم والكسل حتى تفوته صلاة الجماعة هذا نقص في محبة الله الواجبة هو دليل على ضعفها وهو عرضة للعقاب لو لقي الله سبحانه وتعالى على مثل هذه الحال لكن من استحضر محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله عد له الأجر العظيم حينما يقصد إلى هذه الصلاة ويرفع يجلا ويخفض أخرى ويقصد إلى المسجد راجيا ما عند الله عز وجل محبا له سبحانه وتعالى ولأمره فإنه في الغالب يتيسر له محبة سبحانه وتعالى فيما أمر الله به من المستحبة كذلك من محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة تلاوة كلامه لأن من يتلو كلام الله كما قال وصلك من يكلم الله عز وجل فتلاوة كلامه سبحانه وتعالى وتدبره من أعظم المعينات على تحصيل المحبوبات الواجبة والمستحبة وكذلك كل محبوب واجب في الغالب فإن له قبله وله بعده ما يعين عليه ولا يمكن أن يأتي العبد بالمحبوب الواجب على الوجه المطلوب إلا بأن يأتي بشيء من المحبوب المستحبة مثلا الصلاة ووجوبها في ذاتها ووجوبها في أدائها في الوقت وكذلك في حق الرجال جماعة وكذلك أداؤها في نفسها بإتمام أركانها واجباتها فإذا كان العبد لا يقتصر على الصلاة مطلقا ولا يزيد عليها ولا ينقص هذا في الغالب لا يمكن أن يثبت على المحب الواجب ولذا رأس المال في الغالب ينقص لا يثبت حتى مع أهل الدنيا فكيف برأس مالك في دينك لا بد أن تحفظه وأن تجعل له مساحة أو تجعل له شيئا من ما يحميه حريم له حريم له والحريم تبع لما كان حريما له حتى تقي هذا الحريم الواجب من أن يدنس أو ينقص وشيء وهكذا سائر الأعمال الواجبة من زكاة وغيها